شولتلك بيتزة أسرع بيتزة أعملت مطالب سوشي كده شور هي كم تلط اعمسك امسك اعمسك الحدة دي لحد ما سوشي دي كده واكلش البيتزة عنه واكلش وبعدين دي مارجريتا ولايش اها الحرف ام سوشي بس اه سوش بسي بقولي انك ملك جميلة محلوية قبل يوموندر كده ليه ما جيبت ملتونيج جنيه انت جيبك مليام فلوس قد كده وبعدين انت مش لسه باية الدهب اللي انت غلقته من الولاية اياها واضح لجن نق لانك تاخد من التلطمي الجن ايه تمن قتلم انت بوكي بديك فلوس قد كده مين فينا اللي بي نققي دلوقتي يا شيخة خش يا ابن انت هوي شوفوا ليه جوا لا يروحوا فيه يروحوا فين يا فندم هل واضح يا فندم حدرك لم يكتفان الموضوع غلط يعني انا خالد ليس يا فندم لا لايه في السياسة ولايه في الزين يعني لايه في اي حاجة شمالك الحاجة دي مليش فيها يا فندم ديه ازاس خمرة تقدر تلاح حشيش الوقت ده مستل كان بيشمل مشوية فضرة ده اعمل لك البيت ايه اهمل بس ده اتباش حبيبي انا اجوش اللي باجع عند حضرتك يعني اعمل محاضر واتنزل عليها فاكرني اكيد يا باش فين الدهب يا ابني لا دهب ايه دهب ايه يا فندم دهب المسروح يا حبيبي اللي انت عمالت بيحفيه هو متبلغ عنه لا والله انا عزي مفيند من لا معرف حاجة دهب ايه وبيت توماك لا معرفش اي عجم الحاجة بتقوله ده اعرف كل حاجة في النيابة يا حبيبي اعرف كل حاجة في النيابة نيابة ايه طي حنفيه صوتا يا فاهم يا فندم حضرتك يا اصدر الحاجات بيها باش مرين ده ده بالله مش هتبق قضية الدهب بس والله باش الحاجة حرزولوا كل حاجة له لا ما باش كل حاجة يا فندم الحاجة دي مش بتاعة يا أصل دهالوا خدوك لا يا اخي سيومي يا فانو حدرك فهم الموضوع خلط ما خربيش عليك الدينها مع كوكا على الاخر ما دي السلاح بتون ترخيص قدام اللي متبلغ عنه وشوية بلاوة تانية كتيرة قوي لا معنش تطبخ يعني سنا مع الإقاف غرام حاجة من الحاجات دي وانا برضو لعرفك بقى شغلك انا مش عايز اقولك نلقيوا فيديو عندك على الموبايل وانت بتهتلقي لا بس بس ما تسكوا بها فيديو تيو مش هانا والله العظيم مننا مش بقولك مع كوكا يا عم مع كوكا ايه بقولك من شانا ده واحد شبه والله العظيم شبهك ازاي دول غادوا الفيديو واندول فحص الفني بس بس يا سلام اللي او طلع الرجل اللي اقتد ده مات بنفس عيار الطلقات الرشادش اللي بان في الفيديو طيب بس 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 وانا جيبك معي ولا معاه بس 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 وانا جيبك معك يا عليسي بس بس بالعلم بس معاك ايه بس ولي مش هينفع بلي مش هينفع 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 احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع ها يضطر محل لخطر مدين فخري ايه ايه ودي هينفع كده عليسي اه يينفع مدفع الشرادة مش بايد ندين فخري ولي جي طلعن انا اشهد عليها جوا ويجي طلعن ملك الجرح هيا اللي قالت لك تقتل ايه يا فندم هيا اللي قالت لقتل والموضوع اللي علاقة برجل اعمال مهمة اللي هيا متجاوزين اللي هو مين الندين فخري انت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول ايا يا سامي عشان تعمل بلبلة وضيع وقت لا يا فندم دا حضرك انا اللي اعترفتلك ان انا اللي قاتل بس مش لوحدة ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجة وبعدين حضرتك عايز نص الحية اول الحية كلها انا بقالي 8 ساعات باسمعك وانا قلت لحضرتك كل اللي حصل اعظونا يا فندم مفيش متهم اسهل مني يعني انت مش معترف بسرقة الدهب اللي انت بتقول ان الستة ديتهملك بمزاجها ومعترف انك قتلت ايوة فندم لكن مشت واحدة زي ما قلت لحضرتك ملك الجرح هي اللي وزتني عمل كل دا هاتها وسأله يا فندم وارد تجيب جوزها ندين فخري كمان وتسأله ممكن صجار يا فندم؟ لا طي اكتب يا ابني تصلخ نسخة من تحقيقات وترفق بمذكراتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام لتفضل سيادته بالنظر والتصرف بشأن ما اسيرة عن واقعة القتل المشار اليها في اعترفات المتهمة معايش شافين دا معنى اي يعني؟ يعني احنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الدهب والسلاح اللي بدون ترخيص إنما قضية القتل دي احتمال ترجع للنيابة تاني اللي كانت بتحقق فيها تفضل واحدة شكرا كان قلبي حاس إن القضية دي مش تفضل ضد مجهول عايزك بقى عاد لي كل اللي قلته لحنك بيه فتحي قبل القضية دي مستخرج من الحافظ شوف يا فندم باختصار يعني نعم أنا مش عايز باختصار أنا عايزك تحكيلي القصة بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سينوجين تحت عمرك يا فندم هحكي لحضرتك